بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بك عزيزي الطالب مع مقرر وسائل وتقنية التعليم ومع قلب تقنية التعليم وهو تصميم التعليم نبدأ أولا بالهداف بنهاية هذه المحاضرة يجب على الطالب أن يقوم قادرا على أن 1. يعرف التصميم التعليمي 2. يوضح حمية التصميم التعليمي 3. يعرف النظام 4. يوضح أنواع الأنظمة المختلفة والآن نبدأ بالتصميم التعليمي وتعريفه هو عملية منهجية تهدف إلى تخطيط المنظومة التعليمية لتعمل على درجة من الفاعلية والكفاءة ولذلك لتسهيل عملتي التعليم والتعلم هذا الطلاب وعادة ما يستعان لإنجاز هذه العملية بنمازج إرشادية يطلق عليها نمازج تصميم التعليم ومن سمه ينظر إلى تصميم التعليم من خلال ثلاث أبعاد رئيسة هي ينظر عليها كعلم أيضا ينظر عليها كعملية أيضا ينظر عليها كمجال دراسي يجب التصميم التعليمي المهندس عند قيمه ببناء مبنى أو جامعة أو منزل فهو أولا يقوم بعملية التصميم قبل عملية التنفيذ الفعلي للمنزل أو المبنى أهمية التصميم التعليمي للتصميم التعليمي أهمية كبرى تتضح في الآتي يساعد المعالم على تحسين مستوى تدريسه وما يسمى رفع مستوى تحسين للطلاب لدى الطلاب يساعد وضيع المناهج على رفع مستوى التأليف لديهم يساعد الطالب على تنظيم تفكيره وقدراته العقلية وما يسمى رفع مستوى الفكري والأكاديمي نتناول الآن النظام ما هي النظام؟ يعرف النظام بأنه مجموعة من عناصر التي تتجمع معا في مكان أو كيان واحد ويتصل بعضها ببعض في علاقات تفاعلية متبادلة بغرض تحقيق وظائف أو أهداف محددة مثل ذلك جسم الإنسان ويعتبر نظام نتناول الآن أنواع الأنظمة هناك نظام مفتوح وهي الأنظمة التي يوجد بها العديد من التأثيرات مثل النبات والحيوان والمدرسة والجامع وغيرها نظام مغلق وهي الأنظمة التي تعمل في إنعزالية واستقلالية عن البيئة مثلة المحرك الكهربي الساعة التفاعل الكيميائي وغيرها ولكن يلاحظ أنه لا يوجد نظام مفتوح بنسبة 100% أو نظام مغلق بنسبة 100% ولكن هناك بعض التأثيرات على النظام المفتوح وأيضا عن نظام المغلق والآن حاول عزيز الطالب الإجابة عن أسئلة التالية عرف في التصميم التعليمي وأهميته بالنسبة لك وبنسبة المعلم وبنسبة للمحتوى الدراسي اثنين عرف النظام التعليمي ثلاثة فرق بين النظام المفتوح والنظام المغلق اشتركوا في القناة